دعالوا بقى اقول لحضراتكم خريطة النادي الاهلي الموسم القادم في اجتماع تم مع كله خلال الفترة الماضية خطة الموسم الجديد تم الاستقرار على ضم كل من حيكونوا موجودين في النادي الاهلي زير الدين بالعيد زي ما واتركوا لاعب الاتحاد الجزائري وإياد العسقلاني إياد العسقلاني كلنا عارفين اللي هو في رحلة احتراف خارجية اعتقد في روسيا ويعني حينضم حيرجع وانضم للنادي الاهلي عمر فايد كمان مدافع المؤولين العرب السابق والاهلي حضم اتنين منهم في حالة رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف الخارج يبقى بالعيد وعمر فايد وإياد العسقلاني اتنين منهم بالعيد واحد أكيد يبقى الثاني واحد من إياد العسقلاني وعمر فايد وإياد العسقلاني أقرب لإن إياد حيجي من برة مش هيدخل الأهلي في انفوضات مع نادي المؤولين وممكن يعني يبالغ المؤولين في طلباته المادية يبقى الاتنين دول هيكونوا على حساب محمد عبد المنعم في حالة احترافه الخارج ومحمد عبد المنعم عنده عود احتراف من الخارج سواء كان في الدوري الألماني أو الفرنسي كمان الأهلي حدعم خط الوسط ترحي اسمين اتنين هم محمد النني وأحد الشركات الرعية في النادي الأهلي تعاهدت مع النادي الأهلي بإنهاء صفقة النني من الأرسنال وعودته إلى النادي الأهلي تمام على تحمل راتبه مع عودة حمد فاتحي اللي موجود في الوقرة القطري يبقى دلوقتي خط الوسط في اتنين النني واحد الشركات الرعية هتجيبه من الأرسنال وحتتتحمل الراتب بتاعه أي أن كان اللعب التاني حمد فاتحي يرجع من الوقرة عشان تدعيم خط وسط النادي الأهلي بالاتنين دول الخط الأمامي في بعض الأسماء المقترحة منها عودة تريزي جيه ومعه محمد كانوتيه يبقى تريزي جيه يرجع في الخط الأمامي وكانوتيه معاه دول الأسماء اللي حتم تدعمه يبقى في الخط الخلفي قلنا اتنين من ثلاثة بالعيد واحد أساسي عمر فايد وياد العسكراني وياد العسكراني هو الأقر هيتسم تدعيم الخط اللي إيه الخلفي به في الخط الوسط النني وحمد فاتح النني شركة الرعية حتى تحمل تكلفة راتبه بالكامل مع عودة أيضا حمد فاتحي من الوقرة القطر الخط الأمامي تريزي جيه ومعه كانوتيه طيب مين اللي حيمشي من النادي الأهلي الموسم الجاري تم الاتفاق خالد عبد الفتاح كريم الدبيس تمام ممكن كمان يعني يطلع خالص أو إعارة تجديد إعارته للسجناء على الرامي ربيعة أو محمول متولي وأنا شايف إن رامي لا موجود لأنه الراجل بيعتمد عليه الفترة الحالية والراجل فايق وزي الفل مع إعارة كريم ندفد حيبقى كمان حيتم إعارته الخط الأمامي تم للسقراء على عدم تجديد عقد مودس وأنا شايف مودس يعني بيعمل إيه تا الواحدة هو بعد الخمسين لو راح يعني حيقد أكتر من مودس والله الواحد يلعب أكتر منه وإعارة كريستو يبقى مودس خلاص حنعير كريستو فيما يبقى موقف بيرستو غامض حتى الآن لأن في حالة موافقته على شروط الأهلي للتجديد حيتم التجديد له في حالة تمسكه بشروطه هو فسوف يتم صرف النظر عن التجديد لبيرستو والبحث عن جناح أجنبي جديد دي يا جماعة باختصار خريطة النادي الأهلي في الصفقات المنضمة أو في الراحلين عن النادي الأهلي واخدوا مننا الخبر وحتلقوا صحته فيما هو قادم شكرا